دعني أبدأ بأول سؤال وهو ليس سؤال بقدر ما هو شعور بالفخر الشديد لما تمت الإشارة إليه من إقبال كبير جدا من كافة طواقف الشعب المصري وفقا لمرسلين أنه أسر بالكامل تذهب للجان الانتخابية لسياغة مستقبل أبنائهم يعني هذا المشهد اللي بيدعو للفخر بيؤكد دايما أن مصر دائما لها مكانة كبيرة ليمكن أبدا إخفرها في الحقيقة طبعا مشهد مشرف وتاريخي ويدعو كل مصري يعني الحقيقة أنه في اللحظة دي أنه بالنسبة له يشعر بالفخر الشديد والامتنان للدولة المصرية وأنا بصراحة شايف في الانتخابات معاني كبيرة أوي أكتر من هي مجموعة أنه إحنا رحين ندلي بأصوات ويفوز مرشح على حقيقة أنا شايف أن الانتخابات دي يعني عنوان كبير أوي للي وصلته مصر مصر الحضارة مصر التقدم مصر رائدة الأمة العربية إحنا بندش ملحمة كبيرة بعد اللي حصل في 30 يونيو بعد 10 سنين من البناء المستمر وتحويل مصر من شبه دولة إلى دولة حقيقية النهاردة بنحط ملمح يعني مهم جدا في بناء الحياة السياسية المصرية أنا شايف أن المشهد النهاردة ده هو كان الحلم اللي محطوط من 52 لما كنا نتكلم على حياة سياسية ديمقراطية سليمة إحنا النهاردة بنتكلم على مشهد في معاني كتيرة جدا تدعو للفخر الإيجابية من المصريين ودي حاجة مبشرة جدا استشعار أن دايما الشعب المصري عنده حساسية وطنية يعني منقطعة النظير أنه بالنسبة له دايما في اللحظة وفي التوقيت المناسب لما بيستشعر أنه بالنسبة له مصر يعني محتجاه أو أنه بالنسبة له ليه أثر وتدخله مهم بينزل زي ما حصل في 30 ستة يؤكد هذا المعل حصل كتير في الدولة المصرية في 56 وحصل بعد 67 وحصل في 73 من الفترة من 67 إلى 73 المصريين كانوا عايشين على الحد الأدنى لحد ما حصل 73 المصري دايما هو بالنسبة له عنده قضية القضية الوطنية والانتماء للتراب الوطني والإحساس بالمسئولية وقت الجد ده إحنا يعني حاجة تبشر في الانتخابات دي المشهد بيترسم بشكل كبير جدا أن احنا بالنسبة لنا حجم الإيجابية حجم المشاركة طريقة التعددية